السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله الآن نتحدث عن التعرف على الموهوبين والمتفوقين وكيف نستطيع ان احنا نكتشف الموهوبين والمتفوقين. طبعا اول شيء بيتحدث او بيتحدث عن تشخيص او التعرف على الموهوبين والمتفوقين وهي اختبارات الزكاء. اختبارات ايه? الزكاء. وطبعا اشهر الاختبارات العالمية عندنا. هو اختبار ستانفورد وبينيه للزكاء واختبار اه واكسلر للزكاء. دولة من اشهر الاختبارات العالمية اللي بيتم عن طريقهم اه قياس الزكاء واستخراج نتائج. وعندنا في الوطن العربي طبعا من المكرس المشهور مكرس الدكتور احمد زكي صالح وهو مكرس مصرر خاص بالزكاء. اسمه مكرس او اختبار زكاء المصرر من الاختبارات برضو اللي بيستقدمها الباحثين في ابحاثهم. وفي اختبارات متعددة خاصة باختبارات الزكاء. ويعني نجاح اه قياس الزكاء قائم على اه قدرة الشخص اللي بيكرس الزكاء الطفل وموضعيته وقدرته على اه تنفيذ الاختبار بتعليماته المتعددة. طيب. كمان عندنا في موضوع بعد اختبارات الزكاء عندنا مقاييس التجدير السلوكي. اللي هي ترشيح اه المعلمين. ومقاييس التجدير السلوكية عبارة عن مجموعة من الابارات بتصغل بطريقة اجرائية بتحدد اه السلوكيات الخاصة بالموهوبين والمتفوقين عن طريق ملاحظة اه المعلم للسلوك. اه هل هو الولد بيمين نحو الموهوبة والتفوق? هل عنده كده على حال المشكلات? هل اه يستطيع ابتقاء بعض الاشياء وهكذا? وانا بقول ان مش فقط لغير نقدر نعتمد على مقاييس التجدير السلوكية. لكن احنا بننظر الى مجموعة اه اختبارات خاصة بالتشخيص مع بعضها البعض. وفي الاساس قائمة على موضوع اختبارات الزكاء اللي احنا اتكلمنا عنها. مش هنعتمد فقط لغير على مقياس واحد او اداة واحدة تقدر تحدد لنا اه الموهوبة المتفوق. كمان ترشيح الوالدين. وترشيح الوالدين من الاشياء المهمة في التعرف على الموهوبين والمتفوقين. ولكن زي ما انا بقول برضو مش هنعتمد فقط لغير على ترشيح الوالدين او الزملاء داخل الفصل. هما فقط لغير يعتبروا مؤشر او يعني من الدلالات اللي بتدل على النداء او بتؤكد انه عنده بعض صفات الموهوبين والمتفوقين وبيأكد لنا اكتر اختبارات الزكاء والاختبارات القائمة على تشخيص الموهوبين والمتفوقين. كمان عندنا التقارير الذاتية اللي بتقدم للموهوبة المتفوق بتحدد قدرته على الابتكار والابداع والتفوق في اشياء. اختبارات الابداع كمان. في اختبارات خاصة بالابتكار والابداع داخل وطن العرب ببعضه. وبتقيس قدرة الموهوبة والمتفوق على الابداع. هل هو قادر على ذلك ام لا. طيب. كمان حكم الخبرة الناس المتخصصة في المجال. الناس المتخصصة في اه الموهوبين والمتفوقين. ممكن انهم يحددون الموهوبين والمتفوقين ويتعرف عليهم من بعض السلوكيات او بعض الامور الخاصة بالموهوبين والمتفوقين.